سلام حبيباتي إن شاء الله كامل تكونوا بخير وصحاتكم تكون لباس وإن شاء الله نهاركم فات مليح أولا نحب أن نرحب بالمشتركات الجديدة نحب أن نقول لكم مرحبا بكم معنا يعني انضممت العائلة تانا أما يعني المشتركات القديمة نقول لكم نحبكم بل بزاف ومشكورين على الدعم التاعكم اليوم ستكون وصفة مختلفة يعني في القناة التاعي هي وصفة طبيعية إن شاء الله إذا عجبتكم الوصفة هذه ما عليكم غير تخليوا في التعليقات سيكون المزيد والمزيد من وصفات كما هذه يعني بفضل تشجيعكم إن شاء الله راح نشتهد ويكونوا وصفات طبيعية بإذن الله الوصفة هذه هي وصفة الإسميرار أو السواد حول الفم يعني مهما راح يكون الإسميرار ولا السواد يعني حول الفم بإذن الله راح يتنحى يعني بالتأكيد مع المدومة منطول شاليكم أنفوتو المكونات وش راح نحتاجه نحتاجه يورت ناتير نحتاجه زيت زيتون نحتاجه قارس أو ليمون نحتاجه كوركم ونحتاجه أرز أرز مطحون عفوا نبدأ للطريقة كيفاه قدها نحتاجه راح نحتاجه نصف ملعقة نصف ملعقة مهيش ملعقة من الكوركم نحتاجه ملعقة 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 من الأرز يعني بأرز مطحون هذا كما لابلكم الأرز يعني محسوب يخدم خدمة النشاء راح يحبل بزاف ونحتاجه ملعقة من ياورت ناتير نظفوا عليهم القليل فقط من القارس يعني من الليمون ملعقة ملعقة سوف نخلط المكونات كامل مع بعضهم يعني بالطريقة هذه اليوم كما راكم تشوفوا اعتمد اني ما نديرش المونتاج يعني راح نتواصل معاكم ندير الوصفة ونهضر ان شاء الله يعني اعجبكم القناة التاعي وان شاء الله ما يكون غير الخير وان شاء الله يعني نكونوا اسرة واحدة ويعجبوكم الوصفات ما لكم يعني غير تخليوا لي في كومنتر اي حاجة ما تحتاجوا انديرها ولا اي اضافة ولا اي حاجة راح تخليوا هالي في كومنتر وانا باذن الله راح نلبي طالب بتاعكم امي يعني مع الوقت نتمنى انكم يا البنت انكم تصبروا علي يعني اذا مرى ماري بونديتش على واحدة ولا يعني تأخرت في الوصفات غير اعذروني امي بربي وباذن الله راح نلبي طالباتكم مع الوقت كامل كما راكم تشوفوا بعد ما صباح حصلنا على الخليط هذا راح تجيب يعني تحطيه على حول الفم بطلابية الحال تخليه كما هيك подтريقة هذه يعني راح تديريه بالطريقة هذه كما لابدكم هي البنت راح تطور به بطريقة هذه يعني راح تديروه ها هو ولا تديروه بيدكم ولا بكاش فرشات ولاما ما يهمش راح تديروه كما هيك تخليوها يا البنت مدة عشر دقائق تخليوه مدة عشر دقائق نخليوه مدة عشر دقائق ونرجع لكم البنات الهنا مبين ما راح تجف راح نعطيكم بعض النصائح يعني كي تستعملوا الوصفة هذي لازم عليكم غير انكم تتنظيف الجيد يعني المنطقة هذيك اللي بحث الفم لازم تدولها تنظيف جيدا وهذا الوصفة يعني دوميها صرت اللي عندها سبت بزاف دوميها من مرتين الى ثلاث مرات في الأسبوع يعني لازم المداومة يا البنات مكانش حاجة تجي بلا مداومة يعني بالمداومة بإذن الله راح تكون يعني وصفة ناجحة بإذن الله كي ما راكم تشوفوا تخليوها عشر دقائق بعد ما راح نخليوها عشر دقائق راح نفركوها يعني حركات دائرية الهنا يعني بإذن الله بعد ما راح تستعملوها راح تلقوا نتيجة نتمنى انكم تجربوها وتعاودوا وترجعوا لي وتخليوا لي في كومنتار يعني اذا لقيتوا نتيجة حتى ولو يعني خمسة بالمئة المهم كانت نتيجة يعني مع الوقت راح بإذن الله راح تتخلصوا من السواد هذاك نهائيا يعني الآن يعني نستنوها مدة عشر دقائق نغسلها ونعود نرجع لكم أرجعت لكم الهنا يا بنات كي ما راكم تشوفوا الهنا بعد ما غسلتها شوفوا يعني يدي رايت الماء ورح تعطي يعني حتى يعني مرتب رح ترتب لك المنطقة هذيك معليكم غير تفركوها يعني بحركات دائرية وتغسلوا يا الابنات بالماء الفاتر اللي هو الساخن ومن بعد الماء البارد على واه يعني يتغلقوا المسامات هذوك يعني وبعد ما راح تكملي يعني بالتأكيد انك تغسلي معليك غير انك تستعملي المرطب اللي مرفة تستعمله يعني المرطب لازم ديما تديريه بعد الوصفات يا الابنات سورتو اللي البشرة يعني البشرة التاحة جافة معليها غير بتدير المرطبات ترطيب اللي هنا يا الابنات يعني اعذروني يا الكلام التاعي المهم اللي هنا في نهاية الفيديو ان شاء الله يكون عجبتكم الوصفة وان شاء الله كنت خفيفة ضريفة عليكم اذا تحبوا المزيد يعني كان بزاف الوصفات متاع السواد حول الفم ويعني كاملة راهي فعالة هذي وصفة يعني الوصفة اللي مليحة وكانين وصفات بزاف كين وقشيرات اذا عجبتكم ما عليكم غير تخليوا لي في الكمنتر نقولكم نحبكم بالبزاف يا احلى متابعات الى اللقاء يعني في الفيديو الجاي ان شاء الله